أهلاً بكم في محورنا الثاني العنوان جدل وحوار حول النسوية الأطراف لها وجهات نظر نصاردها ليلة على طاولة نبض بلد ورحب بضوف الكرام هذه الليلة وستهدف علم الاجتماع دكتور أبيان فخري مساء الخير دكتور أهلاً بك ورحب أيضاً بالخبير التربة ويا دكتور دوغان أبدا دكتور دوغان مساء الخير أهلاً بك ساء الخير نبض بلد ودكتور أبيان حتى بس نوضح للمشاهدين جدل كان في جدل في الأيام الأخيرة الماضية حول موضوع النسوية وفكرة النسوية والحركة النسوية ودي أفهم التفاصيل بعجالي أنت كرمتي تمام يعني إحنا لأثار الموضوع ببداية بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الأثار الموضوع ما تم تداول على السوشيال ميديا من بعض الآراء التي تطرفت في طرح القضية النسوية وأظهرت نوع من عدم الاتزان في الطرح من خلال ما تم ممارسته من إقحام الدين ووصم الدين أو خلينا أقول نوع من أنواع الهجوم على النص الديني والتفسير والمطالبات من هنا وهناك بإقحام موضوع الدين بالنسوية وما تم ترويج إله بافتراض أن الإسلاميين أو المسلمين خلينا أنا أكون بشكل أدق وأن الإسلام ضد المرأة وأنه يدعم الذكورية وأنه إسلام ذكوري وكأن هناك ساحة حرب افتراضية ما بين الذكوري والنساء وفي عملية غير متزنة من الشخصنا لبعض القضايا ولم تكن ساحة حقيقة عراق فكري حضاري ولم يكن عراق فكري خلينا أقول متزن لأنه نال طال بعض الشخصيات من هنا وهناك التهم المعارض وغير المعارض وكانت إساءة للفاهم بطريقة خلينا أنا أقول سيئة حتى من أنكرها يعني إحنا خلينا نقول أحد المواقع التي سميت بالنسوية قامت برسم كاريكاتيري لخلع الحجاب وقالوا أنا حرة وكأن كل إمرأة تدعي أنها مفروضة عليها الحجاب في تسويق لهذه الفكرة وكأن من يقول بالحجاب أنه ذكوري الحجاب ليس ذكوريا ولا أنثويا الحجاب أمر رباني تلبسه المرأة المسلمة طاعة لله وليس طاعة لا لذكار ولا لزوج ولا لأخ حتى لو زوجي فرض علي الحجاب منعني من لبس الحجاب أعصيه فالموضوع بعيد تماما عن الفكرة النسوي لكن اتهم من دافع عن فكرة الحجاب بأنه ذكوري أو أنه مضطهض من قبل الذكور وتم الهجوم عليه وكأنه يدافع عن ذكوري يما نحن ندافع عن دين ونحن نعتنقه ونتبهه إيمانا بالله وليس شيء آخر دكتور دوقان أسمع وجهة نظرك لو سمحت أنا يا عزيزي بدي أحكي عن مبدأين أساسيا المبدأ الأول أنه القيم الغربية اللي بدأت تغزونا تحت ستار حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذا أثبتت أنها ليست أخلاقية بالدرجة اللي كنا نتوقحها ولذلك يجب أن نحذر من هذه القيم اللي بتيجينا ونناقشها مش نأخذها كمسلمات تمام المبدأ الثاني أنه الشعب الأردني في الجزء الأخير من شهر مايو وفي منتصف شهر حزيران يعني أبدأ سلوكات تشير إلى أنه فرحان وأبدأ مظاهر فرح بما يمكننا من القول أنه الشعب الأردني أزاح عن نفسه كثيرا من التوترات اللي كانت مشهورة عنه بدينا نشهد بهالأيام الأخيرة أنا كتبت مقالة الشعب الأردني ما بعد الفرح ليس كما قبل الفرح على أساس أنه الشعب الأردني استراحى وأبعد التوترات كذا لكن أثبتت المظاهر الأخيرة أنه هناك من يستطيع إثار التوتر الشعب بخمس دقائق تحت دعاوي يعني ليست حقيقية إذا بدي أحكي عن النسوية مثلا النسوية بتعريفها حركة تطالب بعطاء المرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذا المعنى العلمي لا يستطيع أحد أن يقول أنا ضد النسوية وأنا مع النسوية هلأ النسوية يمكن أن تصاب بأمراض يمكن أن تصاب بأمراض زي الاشتراكية زي العلمانية زي المدنية لكن من يعاد النسوية هم نفسهم من يعادون العلمانية ومن يعادون المدنية واسألهم ما بعرفوش شو هو المعنى الحقيقي للنسوية بعرفوا تطبيقات فردية قام بها أشخاص ولذلك الحملات كل هالحملات اللي وطرت الشعب الأردودي كانت مرتبطة بأشخاص على مدى الحملات يعني حتى بنطلون أبو ركبة مشغولة كان مرتبط بفرد الحمل اللي عليه الحدث مرتبط بفرد وليس بظاهرة يعني لا هي مدنية ولا علمانية ولا نسوية إذن هناك من يتصيد أو يقتنص أفراد ويركز عليهم ويستبدل الفرد بالحركة يريد أنه نناقش السلوك المدني والسلوك الديمقراطي وحقوق الإنسان ما نناقش فلان عمل هيك وفلان عمل هيك وفلان عمل إذا عندك إضاحات اللي ذكرته الدكتورة بها يعني معنا آخر هلون هنا كان أقحام للدين ووسم للدين وأنه ذكوري هلأ هلأ حقيقة اليوم إذا بنحكي عن مجتمع ديمقراطي وإذا بنحكي عن مجتمع حر أنا بدي أعبر عن رأي سواء كان هذا الرأي متفقا مع تقاليد معينة ولا مختلفا مع تقاليد معينة المهم كيف أعالج هذا الاختلاف هل أعالج الاختلاف بالإقصاء والتهميش أم أعالجه بشان حرب عليه هذا السؤال اللي بحاجة أنه المجتمع الأردني يعيه في أناس متطرفين في أناس مقبولين في أناس متطرفين بالاتجاه الثاني ماذا نفعل بهم؟ أفرص شخص أقحم الدين بقضية ماذا تفعل له؟ القتل، التعزير، المناقشة، الحوار طيب أنا بدي أسمع ردك على هذا الموضوع بعد فاصل قسير اسمحي لي فاصل قسير مشاهدين ونتم ما نواصل بقو معنا نواصل حوارنا وضيوفنا للكلام دكتور أبيان توقفت معك تفضلي ستي وإذا عندك تعقيب على ما أورد دكتور دوغان تمام، نحن ننطلق من النقطة اللي ذكرها أن الفكر النسوي أتانى من الغرب حقيقة أن الفكر النسوي هو فكر غربي بامتياز ويعبر عن حالة غربية بكل التفاصيل من الألف للياء ناتج عن حالة مظلومية للمرأة الغربية ضمن معتقدات موروثة إنسانيا منذ ديانة المسيحية واليهودية بشرح يطول في ذلك أنا لدرجة أن في العصول الوسطى كان هناك لقاءات علمية تطرح سؤال الإجابة على سؤال هل المرأة إنسان أو غير إنسان هذه الحالة ولدت فكرة سمية بالفكر النسوي لما إجاءنا من الغرب هذا الفكر النسوي جاءنا بضاعة مستوردة بالكامل ونحن كل محاولاتنا الفكر النسوي العربي الإسلامي ما هو إلا حالة من حالات محاولة الترقيع وتزبيط اللباس على مقاسنا وهو ليس لباسنا من الألف للياء ناتج الآن بشكل سريح حتى نثبت ما نقول أو حتى نفسر ما نقول أول شيء يقوم الفكر النسوي على أساس من قاعدة المظلومية المرأة كله قاعم على فكرة مظلومية المرأة ويدعي هذه المظلومية نطلقها وإحنا إذا بدنا ننقيس موضوع مظلومية تحديدا المرأة من هي المرأة؟ المرأة نصف العالم ليست نصف المجتمع كل العالم عبارة عن مرأة ورجل والمرأة ليست متساوية مع المرأة الأخرى يعني فيه عندنا هناك امرأة ظالمة وامرأة مظلومة عنا امرأة عالمة وامرأة جاهلة عنا امرأة مفكرة ومثقفة وعنا امرأة فيه عندنا متنوعين حتى النساء اختلافهم كاختلاف إنسانية الإنسانية مرأة ورجل واختلاف الإنسانية في النساء والرجال على مر العصور أما أنا ندعي هناك مظلومية عامة لمرأة إيش عمل لما ادعينا أن كل النساء على الأرض مظلومات هذا أول شيء هذا أول شكل من أشكال اضطهاد المرأة هل المرأة قاصرة وعاجزة لمستوى أن تكون مظلومة في كل المستويات؟ هذا غير منطقي وغير معقول إذا كانت المرأة بالفعل في كل أحوالها مظلومة إذن هي ضعيفة في ذاتها وهذا شيء مناقض للحقيقة المرأة في مجالات فيها قوية مجالات فالفكر المظلومية أول شيء ينتقس من دور من مكانة المرأة ويجعل للمرأة تمارس دائما دور الضحية بمعنى أنه في كل موقف مجرد أنها امرأة تلعب دور الضحية وهذا غير صحيح وهذا غير واقع وغير منطقي في عنا امرأة تسوق سيارة وتقوم مثلا بداعس أي واحد أو في عنا امرأة تقوم بمخالفات سير في عنا مرأة مش دائما أنت ضحية أحيانا تكوني أنت المتعدية وأحيانا أنت تكوني أنت الظلمة ماليش بس أحكي لك بس قضية أيضا مظلومية المرأة يعني بتتنافى مع فكرة أنها مؤهلة تمتلك الأهلية القانونية والأهلية الدينية والأهلية الكاملة اللي تجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة وبالتالي تجعلها محاسبة محاسبة يعني أنا محاسبة مثلي مثل الرجل بس في عدم قبول للرأي ورأي الآخر يا دكتور من قبل من عدم قبول للرأي نصار آخر أيام مش عالقبول هذا هذا طرح الدكتور دوغان في عدم قبول في تطرف الطرفين بالطرفين من حيث ماذا هو التطرف أيدولوجي فكري أكثر من أنه هناك سلوكات يعني بتعتقدي أنت أو فئة من المجتمع بعتقد أنها غير مقبولة تمام ويناقشها بشكل يعني أنه تهديد وإسكات وما في فتح حوار مع هذه الجهات هذه السلوكيات في أغلبها دكتور هي نابعة من اختلاف بأحدها اختلاف الدين أو اختلاف مع ثقافة المجتمع وإن مارسها الرجل أو الامرأة كلاهما مرفوض وممنوع أما أن يتم استغلال استغلال وتوظيف قضية النسوية في أجندات معينة يعني أنا أحكي لك على سبيل المثال الجدل اللي صار على السوشال ميدا في آخر أوقات مجرد ما إنه اللي كانت تطرح تدافع عن فكر معين امرأة كانت تدافع عن فكر معين بمنطق وبعقلانية وسألت من وراء هذا الموقع هجمت طبعاً شكراً بتهاجمي مرأة كانت مرأة تهاجم المرأة على السوشال ميديا ويتتباكى أنه أنت كيف امرأة وتقومي بالدفاع عن الحجاب آه أنا امرأة أدقاء هاي الحجاب موضوعي عصلاً الحجاب مش موضوع مرأة الحجاب قضية مرأة ليش تم أدافع عنها أنا أفقد أنوثتي للفكرة الإساسية لا هي فكرة حجاب ولا هي فكرة هذا الجدل ينسار لا لا ما وراء الحجاب يعني المبادئ اللي بتحدد هذا السلوك إحنا بمجتمع مثلاً الدولة أقرت اتفاقية سيداو المظلومة جداً أقرتها ووافقت عليها إذن صارت القضايا النسوية في 90% منها مقونة أو وفق القانون الأردني الأردن تحفظ على بعض النقاط اللي بسيداو وهذا حقه إلى أن يعني معنى تحفظ أنو الظروف ليست ملائمة الآن ننتظر لظروف معينة إذن أنا اللي بحددني هلأ هل سلوكي يتماشى مع القانون الأردني مش مع تفسير معين لقضية معينة مثلاً خلينا نأخذ الدين مين يعبر عن الدين بالمجتمع في عندنا هيئات دينية رسمية تعبر عن الدين لكن إذا أنت فسرت الدين بطريقة معينة وأنا فسرته بطريقة معينة قد لا يعني تضيع القضية أيهما يمثل الدين الحقيقي فضل الآن إذا نقول إحنا على القانون اللي تم مهاجمته هو القانون الأردني اللي تم مهاجمته على السوشال ميديا قانون الأحوال الشخصية الأردني الأردني اللي وضعته دائرة قاضي القضاء اللي بتقوم بتنفيذه دائرة قاضي القضاء في المحاكم الأردنية فاللي تم مقاومته أو تم مهاجمته بطريقة نادوا فيه إما وضعونا أمام خيارين شوف أنت ضيق الأفق إما أن نفسر النص الديني بطريقة النسوية القانوني الدولي أو أن نقوم بتنحي النص الديني وكأنه عفوا وكأنه صارنا إحنا ملزمين حتمية رفض الدين أو توظيف الدين وتطويعه لصالح الاتفاقيات الدولية بس معلش موضوع اتفاقيات الدولية هالاتفاقيات الدولية عندما تحفظت الدولة على بعض البنود إنما تحفظت لأنها تتناقد مع ثقافة المجتمع لجزء منه الدين دين عنصر أساسي في ثقافة المجتمع والذي حتى الأمم المتحدة رأحمت الخصوصية الثقافية للمجتمع دكتور يعني إحنا في مجتمعنا وزار التربية والتعليم كان عندها مشروع لإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي بالمناهج والكتب المدرسية تمت محاربة هذا المشروع بنفس العنف اللي تحارف في القضايا المطروحة الآن يعني شو كان بتها وزار التربية والتعليم وزار التربية والتعليم كانت تقول وأنا كنت معني بالحكي بالمناهج قلت إنه عقدت الأسرة اجتماحة ثالث برئاسة البنت الصغرى يعني شوف عقدة الأسرة اجتماحة يعني فيه أسرة تجتمع اجتماحة ثالث الاجتماع متكرر برئاسة البنت يعني أدخلت مفهوم جديد البنت الصغرى أدخلت مفهوم جديد هذه الأمور يعني هجمت بشدة كما هجمت الأحداث الحالية قانون الطفل هجم بشدة مش لأنه قانون الطفل خوفا من أن يؤدي إلى كذا هلأ النسوية تهاجم خوفا من أن تؤدي إلى كذا صحيح؟ لا مش صحيح خوفا من؟ الهجوم اللي مورث على المثال الذكره لم يلاقي أي اهتمام في الهجوم الهجوم وأنا أهاجم الآن ذكر النوع الاجتماعي في المناهج وإدماجه في مناهج التربية والتعليم ليش؟ ليش لأنه أنا والله رأيي هيك لا النوع الاجتماعي هو بديل النوع الجنس صح؟ الجنس إيش هو ذكر وأنثى إذا النوع الاجتماعي شو بيختلف عن الجنس؟ بيختلف عن الجنس أنه ذكر وأنثى وأخرى شو الأخرى؟ هما الشواذ والمثلية هنا نقطة الخلاف الآن أنا لما أنا أعطي أدخل ابني جوا المدرسة يدرس أنه الجنس ليس ذكر وأنثى وأنه هناك جنس ثالث هذا جهاز اللوثة لوثة فكرية متناقضة مع الإنسانية صحيح؟ بكتور طبعاً هذا ليش أنا بقول لك مش صحيح أنا ليش بقول لك أنه صحيح؟ الآن أنت فوت على جوجل افتح أكاونت بقول لك النوع الاجتماعي ذكر وأنثى أخرى إيش هو المقرأ؟ النوع الاجتماعي هذا الجنس الحركة والحركة النسوية تعريفها العلمي هي تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في مجالات القضايا السياسية والاجتماعية والشخصية يا دكتور هي واضحة في عباراتها النوع الاجتماعي إدخال لمصطلح ثالث لا نريده يعني هذا إقهام على مفهوم النوع الاجتماعي هذا إقهام صحيح وخوفا من هذا اللي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى كده ولا قانون الطفل قانون الطفل ليس أقحمة المثلية؟ لا لا أنا ما بدي بس يعني هو شغلة منها ما بتحتاج جدل أنت إفتح الآن أي واحد في المشاهدين يفتح جوجل ويشوف النوع الاجتماعي إحنا طول عمرت ربينا نوع الجنس نوع الجنس خيارين حتى الاستبانات ذكر وأنثى ما ليش أحكي لك شغلة هلأ انتقلت النسوية أستاذ الكريم من المساواة بين الجنسين اليوم اليوم بالأردن ما بحكي عن الدول اليوم مفهوم افتح المذكرة اللي نزلتها وذات التربية والتعليم للمعلمين بتقول لك المساواة ما بين الجنسين ألغيك لصالح المساواة الجندرية وبتقول نفس المذكرة وأنا عندي نصوصها ومطلع عليها المساواة الجندرية تعني أن النوع الاجتماعي يحدد بناء على الدور وليس على الجنس بمعنى أنه مكتسب أنت تختار بناء على دورك الاجتماعي أنت تختار مش بناء على جنسك ذكرة أو أنثى خطير جدا في تربيت أبناء بالسلسين ثانية صحيح؟ لا طبعا هذا موجود موجود في المذك طيب حفاظا على التراك والثقافة موجود طيب موجود غير موجود مهم هذا جدل المهم أن الجدل دائما ينتهي لا لا وأن الحوار قائم وقابل مش قضي الجدل لا يمكن أن يكون ذلك في وزارة يا سيد لا لا هو موجود أنا أحكي بعموم الجدل حول أن يسويه مستمر لكنه قائم بهذا الأسلوب اللي فيه حوار ونقاش وبحث عن حقيقة أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شكرا